هذا وجدد المعلم تأكيد المملكة على موقفها الثابت بشان القضية الفلسطينية مشددا على مضامن كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها في قمة القدس التي أشار فيها إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى لقد أكد على هذا الموقف المبدئي الثابت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عندما أعلن في القمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت مؤخرا في المملكة العربية السعودية ما يلي وأقتبس إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية انتهى الاقتباس